أولاً أنا كنت توجه مع إعلامي مدير موقع وغني عن تعليق وسيطه كعبون جميع أنا كنت سأل لمادت المسي 2 من الإحصاء أنا كنت أربما في كل وزير على أسناب الإحصاء هو الذي سيعتمد غداً على الصعيد المملكة في حين أن أنا خربش عبد الحق تم السنة محصل من الإنتظاء ما عمش على السنة ولكن أنا كنت أعلم أن هناك جهات خربية تريد أن تظهر خربش على أنه إنسان غاني بالوتائق لمو زوارة ولكن التاريخ والملكة المغربية والإخوة المغرب أنا ما عملي شكنا لدي المرات المسيين أنوية هي بجيه وأنا بجيه عندي يقول ما عنديش دخل قار ما عنديش منظر أنا كنت سأل لي ماذا لم يتم هذه الإحصاء ما زوش عندي علاش حتى يعني هذا اللوبي دي التزا كنت أدخلتها في الإحصاء هذا شي خطر جداً السراح السياسي كنت أقوله نعم السراح السياسي نعم ولكن أن أحرم بأن أحصاء هذا شي خطير هذا شي خطير يعني جداً أن لما أحصاء أن أستطنا من الإحصاء والرسالة سوف يبغى يبينو خربش بأنه خربش أنه إنسان ربما اللي ينبس عليه وما بغوا يقدموني أنا أنا كنت أقول بأني فاقر خدمت المغرب لمدة ثلاثة أربعين سنة ما عنديش منسكن عندي بوشكين مع مرأة موت ثمان سنوات عندي ولدي سبعتاشل سنة عندي أصديقاء كم كامل أحترام مساكن كيعيشوا معي المعالس كيعاونوني هم ما بغوش يحصيوني لهذا الهدف ولذلك أقول أنا كنت سأل ما هي الجهة التي حرمتني من الإحصاء أنا كنت أصل لسر صاحب جلالة حبيض الله بحكم أنه هو الساير على المملكة ورسالة للوزير أنا أقدسها أنا سأقدم بي دعوها رسمية ضد هاد النس اللي ما جوش يحصيوني وشكرا الأخ المدير يلتزب أن تقتلي هو صديقي وزميلي مدة حتى من الإحصان تحرمه عباد الله أنا سأقدم دعوها رسمية ما جوش عندي ما جوش عند المرأة نحن ما تحصي ناش وقدرنا كل الإحصاء نازي شكرا السيسيبا واتزابانتك شكرا